موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدي قناة الرافدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد نبحث فيها موضوع المعلوم من الدين بالضرورة وهي القضية التي شغلت حيزا مهما في حوارات العلماء ومؤلفاتهم حديثنا اليوم يتطرق إلى توضيح مفهوم المعلوم من الدين بالضرورة وإلى ضوابطه ومجالاته كما تبحث الحلقة مدى استساغة الخلاف في ساحة المعلوم من الدين بالضرورة وهل حقا صارت هذه القضية أداة لقمع أصحاب ما يوصف بالمشروع التنويري والتشجيدي؟ هذا الموضوع نبحثه مع ضيفنا الدكتور وصفي عشور أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية أهلا ومرحبا بكم أياك الله أستاذ جهد مرحبا بكم في الآوينة الأخيرة طبعا هذا الموضوع ربما يكون له امتدادات بعض الامتدادات التاريخية لكن في الآوينة الأخيرة يعني يكاد يكون قتل بحثا موضوع المعلوم من الدين بالضرورة يعني ما معنى المعلوم من الدين بالضرورة وكيف نشأ هذا المصطلح ودلالاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله وبعث تحياتي لك أستاذ جهد ومشاهدك الكرام أياكم الله ودكتور المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يعرف الإسلام إلا به من عقيداته وشريعته ويستوي في علمه العامة والخاصة نعم يعني الأستاذ الكبير العالم الداعية الشيخ في الإسلام وفي العلم يعلمه كما يعلمه الرجل العامي اللي بيبيع خضر في الشارع يعني هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة الذي استفاد العلم به في الأمة وعلمته كل شرائحها ويستوي في العلم به وفي أدائه الناس جميعا عوام وخواص مكتهدون ومقلدون هذا المصطلح يعني موجود في كتب التراث الإسلامي ذكره علماؤنا قديما في كتبهم وربما يعني تعريفه لم يتضح بشكل كامل ولكن هو ما قلته الآن هذا التعريف هو تعريف شيخنا العلمة محمد الحسن الددو ليس مكتوبا يعني كنا في جلسة وتناقشنا وعرفه بهذا التعريف وكتبه كتبه لي في ورقة هو ما لا يعرف الإسلام إلا به من عقيدته وشريعته ويستوي في علمه العامة والخاصة هذا هو تعريف هذا المصطلح يعني هل ثمت فرق بين المسائل الظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة؟ ما معنى الظاهرة؟ المسائل الظاهرة المسائل التي استفيد العلم بها هل كل ما استفيد العلم به بالضرورة أن يكون من المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني إذا كان مما لا يعرف الإسلام إلا به نعم نحن حطين قيد ما لا يعرف الإسلام إلا به من عقيدته وشريعته يعني مثلا الله موجود الله واحد الإيمان بالله واجب النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين سيدة محمد البعث حق والموت حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق الملائكة وجود الملائكة وجود الجن وجود اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر كل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الزكاة كل هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وما إذا أخذ انتقص من الإسلام ولهذا حينما امتنع المرتدون عن أداء الزكاة ماذا قال أبو بكر قال انتقصوا من الدين وأنا حي والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناق بعير أو عقال بعير كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فكلمة الظاهر ده مصطلح أصولي أصلا يعني لا نتعرض لمعنى الأصول الآن ولكن يعني كل ما اشتهر وعرف ولا يعرف الإسلام إلا به من عقيدة وشريعة واستوى في علمه العامة والخاصة فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة كالأمثال التي ذكرناه الآن طيب دكتور هل المعلوم من الدين بالضرورة متعلق بالكليات أم ربما ينفذ إلى دقائق الأحكام يعني دقائق الأحكام دي بقى يمكن أن نطلق عليها محكمات أو نطلق عليها قطعيات أو نطلق عليها يعني من الأمور التي تندرك تحت ما يسمى بالنظام العام للشريعة الإسلامية يلو بتشرح لنا هذا نعم يعني إحنا عندنا في الأحكام الأحكام الجزئية يعني مثلا المصرّة المصرّة دي يحرم ما بيعها ما معنى المصرّة المصرّة هذه هو الرجل اللي عنده بقرة وذهب بها إلى السوق ولم يحلبها لمدة يومين أو ثلاثة أيّا لماذا؟ لكي تتضخم الضرّة بتاع اللبن ويذهب بها إلى السوق هكذا حتى تبدو وكأن فيها لبن كثير وكذا وكأنها لبانة يعني من البخر من الحلاب الكثير اللبن فهذا يحرم بيع لأن فيه غشة ده مثلا من المحكمات لكنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة لو أنكرت هذا الحكم أو جهلته ما ضرّني ولا ينتقص من الدين شيء بالجهل به أو بعدم الاتراف به يعني أو بالعلم به لكن مثلا الإيمان باليوم الآخر ينتقص الإسلام العدم الإيمان بختم النبوة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ينتقص من الإسلام ويخرج من الملة أساسا عدم الإيمان بوجود الملائكة هذا من معالم الإسلام كل ما هو من المعالم الكبرى من الأشياء التي تعرف بالإسلام التي هي ركن وجزء في بنية التصور العام للإسلام هذا هو المعلوم من الدين بالضرورة أما غيره من الأحكام الفرعية اللي هي زي المثال اللي نضربت وغيره مثلا الركوع ركن من أركان الصلاة هذا محكم هذا قطعي لكن هل هو من المعلوم من الدين بالضرورة؟ ليس من المعلوم من الدين بالضرورة وإن جهلته ما نقص من ديني شيء لكن إن أنكرت إن أنكرت وجوده وأنه ركن من أركان الصلاة فهذا يعني بعض العلماء يخرجه من الملة لكن وجوب الصلاة بشكل عام هذا من المعلوم من الدين بالضرورة وجوب الصيام من المعلوم من الدين بالضرورة لكن إذا أفطرت قبل أذان المغرب وظننت أن المغرب قد أذن إذا أكلت والفجر أذن وأنا لم أعلم بالأذان وإذا قال بجواز الإفطار قبل أذان المغرب مثلا؟ لا بجوازه على أي أساس على أساس أنه هو ده وقت الإفطار وأننا لا نصوم من أذان الفجر إلى أذان المغرب وأنكر هذا لا هذا ينكر محكما من محكمات الأحكام الفقهية طب الدكتور هنا هذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا وبالغة التعقيد ربما هي الضوابط التي على أساسها يضبط ويحدد المعلوم من الدين بضرورة هذا سأبحاثه معك بعد الفاصل في المحور الثاني لكن قبل ذلك المعلوم من الدين بالضرورة يغطي ساحة العقائد والأحكام هل ثمت بعد أو نطاق آخر يغطيه المعلوم من الدين بالضرورة أم فقط يقتصر على هاتين نحن عندنا عقيدة وتشريعات الأحكام العقدية التي هي يعني الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر الست أصول المعروفة هذه أمور عقدية وهي من معالم الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة من أنكرها كفر يخرج من الملة مباشرة ولا يتم إيمان مؤمن إلا إذا آمن بهذه الأركان الست المنصوص عليها في السنة النبوية الصحيحة والشريعة التشريعات هي الخاصة بالعبادات بالمعاملات بالحدود والعقوبات بأحكام الأسرة بأحكام السياسة الشرعية إلى آخره فهذه تشريعات فالإسلام فيه دائرة دائرة العبادات العفوان العقائد ودائرة الأخلاق ودائرة التشريعات عبادات ومعاملات وآداب إلى آخره فأحنا كما يقول شيخنا الشيخ عبد السطر فتحلص عيد حفظه الله إن شعب الإسلام أربعة الشعب التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لهم أربعة ستة و سبعين شعبة أو ستة و ستين شعبة بضع و سبعون شعبة يعني هو حصرها في هذه الأربعة قال العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والمعاملات طبعا تستشمل الأداب و السلوكيات و كذلك لكن المعاملات والأخلاق لا يدخل فيها المعلوم من الدين بالضرورة الأخلاق طبعا من المعلوم من الدين بالضرورة الأخلاق دي هي الإسلام أصلا رسالة أخلاق مثل ماذا يعني مثلا مثل أنه مثل مكارم الأخلاق بشكل عام مكارم الأخلاق هذه من معالم الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم محصورة في الأخلاق إذا أنكرت هذه الأخلاق ولم أتصف بها فأنا ديني مسلوم فيه ثلمة فيه نقص لم يتم لماذا؟ لأن الأخلاق هذه من معالم الإسلام الكبرى ولا يعرف الإسلام إلا بها كيف أطلق عليك أنك مسلم؟ بالأخلاق لكن يحتاج الأمر إلى توضيح وضبط أكثر دكتور إذا المسلم مثلا لم يذهب إلى الحج مع القدرة على ذلك هذا فيه ثلمة في إيمانه وإسلامه لكن ليس بضرورة أن يكون ناقضا لمعلوم من الدين بالضرورة فيما يتعلق بمسألة الأخلاق؟ هل ثم تخلق محدد ناقده يعني يعتبر من مثل ما من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة؟ يعني إحنا ما نقدرش نقول خلق معين واحد بخيل واحد جواد واحد كذا أنا أصدي من حيث المبدأ يعني يعني الإقرار بأن الأخلاق من معالم الإسلام الأخلاق الحسنة يجب أن نتحلى بها والأخلاق السيئة والرديئة يجب أن نتخلى عنها ده من حيث المبدأ لماذا؟ لأن هذا من المعالم التي يعرف بها الإسلام أنا لا أستطيع أن أحدد حتى يعني الناس الملتزمة بشكل عام بيبقى لهم هدي ظاهر بيبقى لهم سمت بيبقى لهم طريقة في المعاملة يقول لك آه فلندا ملتزم فلندا حتى في بعض البلاد والأرياف يقول لك فلندا سني سني مش معنى ضد الشيعة لا سني يعني متابع للسنة يعني متابع للسنة فالأخلاق بشكل عام كركيزة أساسية كركن كشعبة كبرى من شعب الإسلام نحن نؤمن بها إيمانا تاما كما نؤمن بالعقائد تماما أما من حيث التفاصيل بقى فهذا أمر آخر يعني يعني لا يتعدى لا تتعدى التفاصيل أن تكون من المعالم الكبرى للإسلام يعني إذا جاء من قال إن الأخلاق ليست من لوازم الإسلام وليست داخلة في الإسلام فهذا يعتبر نقضة أو أنكر شيئا معلومة من نديه بالضرورة بلا شك في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسالته لتتميم مكارم الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الذي أخرجه الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيينَ فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء لتتميم هذا البناء و لإكمال هذه العمارة الكبرى و البناء الهائل الذي بناه إخوانه الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم و سلامه أجمعين فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتميم هذا البناء البناء الذي بناه الأنبياء هو بناء الأخلاق بناء الأخلاق كل التشريعات الإسلامية تصب في إقامة الأخلاق إقامة الأخلاق أم في توحيد الله والعبودين إقامة الأخلاق الله تعالى شرع لنا هذه التشريعات لتستقيم حياتنا عليها ولتحسن سلوكياتنا ولترتقي أخلاقنا ومعاملاتنا يعني في الصلاة ماذا قال الله الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هي الصلاة دي هتنهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر داخل المسجد ولا خارج المسجد خارج المسجد في المعاملات بين الناس إذا لم تتحسن أخلاق الإنسان بسبب الصلاة لماذا لأن الصلاة هذه فيها خشوع فيها خضوع فيها سكينة فيها إرواء للجانب الروحي والنفسي للإنسان فيها تغزية لهذا الجانب الرباني والنوراني والنفخة من روح الله تحيي الصلاة والعبادات جميعا هذه النفخة من روح الله فتجعل الإنسان متوازنا صاحب أخلاق قاسوية صاحب سلوك مستقيم بين الناس الصيام نفس الشيء لعلكم تتقون الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وهكذا كل العبادات الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تزكيهم بالتزكية هنا إصلاح النفوس طهارة النفوس إخلاء النفس من العيوب ومن الأخلاق الرديئة تكميل النفس بالأخلاق الحسنة والجميلة فرسالة الإسلام وشعائره الكبرى تقيم الإنسان على الخلق الحسن وده بيؤكد لنا أن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هي رسالة أخلاق مصداقا لقوله إنما بعثت لي أتمم مكارم الأخلاق لكنني أريد هنا أن أتوقف عند الكلمات التي تفضلت بها في بداية الحلقة وهي أن المعلوم من الدين بالضرورة والسوابت والمحكمات في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن تواجه تحديات خطيرة جدا وتقابل بهجوم شرس وبتشكيك كبير وبجعلها من الأمور الخلافية سنعرج على هذا لكن لا نستعجل على ذلك قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور مسائل المعلومة من الدين بالضرورة هل حددت وضبطت تماما في أحد النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه في القرون الثلاثة الأولى جاء من العلماء من أجمع وتوافق على أن هذه من المسائل يعني من العجيب فعلا وهذا سؤال ممتاز من العجيب أن علماءنا حتى الآن لم يقوموا بحصر هذه المعلومات من الدين بالضرورة ولا المحكمات أيضا ونحن الآن هناك محاولة مجموعة من أهل العلم تنادوا للوقوف أمام هذا الموضوع وللقيام بجهد فيه ويقومون الآن بحصر هذه المحكمات وبحصر المعلومات من الدين بالضرورة وهذا جهد مشكور وجهد غير مسبوق لم يقم به العلماء من قبل هل لعجزهم عن ذلك أو لأن الموضوع غير قابل لأنه موجود الحاجة ربما لهذا أو لأن المعلوم من الدين بالضرورة لا يستحق أن يحصر ويعني مثلا أنه بلغ من العلم وبلغ من الشهرة والاستفاضة بحيث لا نحتاج لا نكون معه في حاجة إلى حصره كل هذه أسباب أسباب قد تكون موجودة ونحن نلتمس العذر لعلمائنا السابقين ونخرج سلوكهم وتصرفاتهم واقتهاداتهم على أحسن المحامل والمخارج لكن هي في الحقيقة لم تحصل حتى الآن لا المحكمات التي هي الأحكام الفرعية ولا هي الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة التي تعبر عن معالم الإسلام الكبرى والتي لا يعرف الإسلام إلا بها ومجموعة الآن من أهل العلم يعني يوفرون أنفسهم على جمع وحصر هذه المعلومات من الدين بالضرورة وهذه المحكمات الحقيقة نحن بعد الفاصل مقبلون على حديث مهم ربما يكون دسما لكن يجب أن نذهب إلى فاصل الآن وصلنا إلى موعد الفاصل نلقاكم بحوال الله تعالى بعد قليل ترجمة نانسي قنقر يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايلساد وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن المعلوم من الدين بالضرورة وضوابط تحديده وحدوده وحديثنا في هذه الحلقة مع دكتور وصفة عشور أبو زيد حياكم الله دكتور مرة أخرى حياكم الله أستاذ جهد برك الله فيك هل المعلوم من الدين بالضرورة كله على درجة واحدة أم ثم تتفاون وتباين لا يعني أنا أعتقد أنه هناك مرتبة تسمى المعلوم من الدين بالضرورة وهذه كما قلنا ما يعرف الإسلام بها من العقيدة والشريعة وهناك مراتب بعد ذلك ممكن أن نطلق عليها قطعيات محكمات ثوابت فهذه تتعلق بالأحكام الفرعية العملية الفقهية العادية زي الحدود زي الأحكام المعاملات العادية إيجازة الإيجارة والمشاركة والمضاربة وهذه الأمور هذه محكمات لأنه مجمع عليها يعني هناك إجماع على جواز المضاربة هناك إجماع على جواز الإعارة أن أعيرك شيئا وأن تحفظه هناك إجماع يعني حتى هذه الإجماعات هي تعبر عن المحكمات الإجماع يعبر إذا أجمع العلماء على شيء طبعا يكون له مستند فهذا يصيره من حكمات الدي من ثوابت الدي من قطعيات الشريعة الإسلامية ونحن فهذه مرتبة المرتبة الأولى التي تعبر عن المعالم الكبرى والتي يعرف الإسلام بها من عقيدة وشريعة هذه يمكن أن نسميها المعلوم من الدين بالضرورة والأمور الأخرى التي هي قطعيات ومحكمات من أحكام فقهية عملية مجمع عليها بشكل قطعي هذه يمكن أن تسمى محكمات أو قطعيات أو سوابت ليس للتقليل من شأنها وإنما لوضع كل شيء في مرتبته لا يستوي الإيمان بالله أو الإيمان باليوم الآخر أو بخاتمية نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا نبيا بعد محمد بالإجماع على جواز المشاركة والمضاربة لا يمكن أن يضع هذا مع هذا مع أن هذا قطعي وهذا قطعي هذا ثابت ومحكم وهذا ثابت ومحكم لكن كل معلوم من الدين بالضرورة محكم وقطعي وسابت وليس كل محكم أو قطعي أو سابت معلوما من الدين بالضرورة نعم طيب وضحت أظن الفكرة وحتى للسداء المشاهدين لكن هل المعلوم من الدين بالضرورة وهنا لو أعطينا بعض الأمثلة يلزم منه التواتر هل يحدد بطريق التواتر أو بالإجماع القطعي أم ليس ضرورين شرطين أساسين؟ التواتر طبعا لازم من اللوازم لازم من اللوازم لهذه الأشياء سواء للمعلوم من الدين بالضرورة أو حتى للقطعي والمحكم لازم يكون هو القطعية من أين تستمد القطعية القطعية تستمد من السبوت ومن الدلالة لابد أن يكون قطعيا من حيث السبوت وهذه القطعية في السبوت لابد أن يكون متواترة القرآن الكريم نقل إلينا بطريق التواتر ومن أجل هذا فهو قطعي السبوت أما الدلالة فتتفاوت فيها الآيات القرآنية هناك آيات فيها قطعية فيها دلالة قطعية وهناك آيات فيها دلالة ظنية ويدخل الاكتهاد باء في هذه المساحات مساحات الظنية والسنة نفس الشيء السنة من حيث السبوت فيها القطع وفيها الظن القطع ما كان سبيله سبيل التواتر سواء كان تواترا معنويا أو تواترا لفظيا وفي الدلالة أيضا تختلف أقوال النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الدلالة وتتفاود ما بين قطعية وظنية لماذا سألتك هذا السؤال لأن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول أن العلم الضروري يثبت بخبر الأحد وبالقرائن فهذا ربما ظاهره يتعارض مع ما تفضلت بذكره قبل قليل لا هو هنا الإمام بن تيمية يقصد أنه حتى الأحكام التي بنيت على الظن والظن هنا ليس معناه الشك يعني عندنا العلم مراتب أو المعرفة مراتب نبدأ بالعلم الذي يفيد القطع ثم الظن الظن ليس معناه الشك الظن هو القريب من القطع الذي لم يصل إلى مرتبة القطع سواء عن طريق التواثر أو عن طريق الدلالة ثم بعد ذلك الشك الذي يستوي فيه الطرفان طرف الإيجاب وطرف السلب ثم بعد ذلك الوهم الذي هو خارج أصلا خارج إطار المعرفة الذي لا يفيد علما ولا يفيد معرفة فضلا عن أن يفيد القطع فأحكام الفقه الإسلامي في مجملها مبنية على الظن بهذا المعنى بالمعنى الفقه هذا بالمعنى الاصطلاحي وليس الظن بمعنى الشك كما يتبضر إلى الزهن لأنه كل ما ليس فيه دليل قطعي أو ليس فيه دليل متواتر أو ليس فيه نص من القرآن الكريم بشكل واضح فهذا لا يعتبر من القطعيات يعتبر من الظنيات التي تتعدد فيها الأفهام وتتنوع فيها الآراء وتحتمل هذه النصوص ببنيتها وطبيعتها التنوع والتعدد وتقبل الاكتهاد فيها يعني مثلاً وأقيموا الصلاة هل هذه الصلاة يعني أقيموا الصلاة هذا لفظ قطعي أم لا لا يحتمل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هل المئة دي ممكن حد يفسرها أنها مئة واحد أو تسعة وتسعين لا هذا لفظ قطعي قطعي الثبوت وقطعي الدلالة لا يقبل الاكتهاد لماذا لأنه محكم محكم لماذا لأنه من المقدرات لما السنة النبوية تحدد نسب الزكاة هذا من المحكم الذي لا يجوز الاكتهاد فيه أبدا لما القرآن الكريم يتحدث عن أنصبة المواريس الزوج حين تتوفى زوجته والزوج حين يتوفى زوجها والأبناء والآباء والأجداد والجدات كل هذا ثابت بالمقادير المقدرة بالنص الشرعي هذا محكم إذن إنكار حد الزنا هو نقد أو إنكار لمعلوم من الدين بالضررة وحتى إنكاروا مثلاً عدد الجلدات مئة جلدة المنصوص عليها في القرآن الكريم إنكاروا أنه لا يوجد مثلاً مئة جلدة وهذا تقديري هل هذا نقد لمعلوم من الدين بالضررة؟ هو نقد لمحكم من محكمات الشريعة الإسلامية لكن الحدود بشكل عام إقامة الحدود بشكل عام هذا من معالم الإسلام من المعلوم من الدين بالضررة هذا هو بالضبط إنما الأحكام الفقهية الجزئية العملية هذا من المحكم وطبعاً يشترك المحكم مع المعلوم من الدين بالضررة بأن منكر هذه الأحكام يخرج من الملة لكن هذه أعلى في الرتبة وده يفيدنا في إيه هذا التفريق أصلا التفريق الذي إذا قلنا أنه إقامة الحدود من المعلوم من الدين بالضرورة إقامة الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة ولما هذا من المعلوم من الدين بالضرورة لكن المحكمات بقى اللي هي الأحكام القطعية العملية هذا يفيدنا في وضع كل حكم في مرتبته الصحيحة وسيترتب على ذلك أن تهتم الأمة أكثر بهذا وأن تقيم هذا أولا وإذا تعارض قيام هذا مع هذا نبدي هذا ونقدمه على هذا فالمعلوم من الدم الضرورة يقدم لا شك على المحكم وإن كان كلاهما من الأمور القطعية السابتة المحكمة لكن المعلوم من الدم الضرورة يعني أهم في الرتبة وفي الأولوية أهم وأكبر وأعظم وألصق بأن يعرف الناس الإسلام به وألصق بإكمال دين المسلم وإكمال إسلام للمسلم وإيمان المؤمن فهذه التفرقة في دنا في ذلك ونحن مأمرون بأن نضع الأمور في نصابها وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالهم أو وزنهم يخسرون فنحن لا نطفف ولا نخسر الميزان لا طغيان ولا إخسار نضع كل أمر في مكانه بالقصطاص المستقيم هذا يقودنا إلى سؤالك وهو ربما يكون هذا لب الحديث في هذه الحلقة عن الضوابط والمحاددات التي يضبط من خلالها بأن هذا الأمر من المعلومة من الدين بالضرورة طبعا عندنا عدد من الضوابط التي يعني تعرف الناس بالمعلوم من الدين بالضرورة ما يستوي في العلم به المتخصص وغير المتخصص يعني لا يمكن أننا نروح لواحد شغال في ورشة أو شغال حداد في مصنع أو شغال في أرض مزارع وقول له ما رأيك في الإيمان بالله هل الإيمان بالله فيه شك؟ لا يمكن أن يقول أنه فيه شك للناس اللي بيتبيع في السوق هل يختلفون على أن اليوم الآخر يجب الإيمان به؟ أن البر من محاسن الأخلاق؟ أن الحدود في الإسلام يجب أن تقام؟ أن الأخلاق من المعالم الكبرى لهذا الدين أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد في هذا من الضوابط أيضا الإجماع القطعي الإجماع القطعي على أمر من الأمور لأن هناك إجماعا ظنيا وهناك إجماعا قطعيا الإجماع الظني لا يرقى إلى الإجماع القطعي يعني الإيمان أجمع العلماء على وجوب الإيمان بالله أجمع العلماء على وجوب الإيمان بالملائكة ملائكة موجودة أم لا لأن في ناس يقول لك أي ملائكة في ناس لا تؤمن إلا بما تراه فقط لهم الماديون الدهريون امتداد الدهريين هؤلاء ليسوا مؤمنين ولا يمتنن لإسلام بصلة لأن كلمة الإيمان نفسها أنا إذا لم أكن أؤمن إلا بما أراه فما قيمة الإيمان أنا أؤمن أني أراك الآن أنا أراك الآن ما الجديد يعني ما العجيب في هذا ما وقه الإيمان في هذا الإيمان الحقيقي هو أن نؤمن بما لا نراه وأن نعتقد وجوده وأن نعتقد أنه واجب مثلا الإيمان به أو واجب الكفر به أيضا من المعالم التي ينبغي أن نعرفها في مسألة المعلوم من الدين بالضرورة أو في قضية المعلوم من الدين بالضرورة وهي أن هذا المعلوم ربما يختلف في بعض قضاياه عن بداية عصر الإسلام إلى الآن يعني يختلف زمانا ومكانا يعني قد يكون للمرتدين أيام أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قد يكون لهم تأويل أو قد يكون عندهم جاهل لكنهم ارتدوا في الظاهر قد يكون عندهم تأويل احتمال لماذا احتمال؟ لأنهم حديث عهد بالإسلام الإسلام ما زال حديثا هذا كنت أريد أن أسألك عن أعتبار الزمان والمكان في تحديد أو ضابط الأمر المعلومي لديه هل الزمان والمكان اعتبار؟ طبعا اعتبار الزمان له اعتبار كما أقول الآن الآن لا يمكن أبدا أن يقبل من مسلم أو من مجتمع أو من مجموعة أنها تمتنع عن إقامة الصلاة يقول لك النبي مات خلاص من نجدعه بالصلاة كلام ده كان زمان خلاص انتهى أيام حركة أبي بكر حركة الردة التي كانت في عصره ومنعت فيها الزكاة كان ربما يكون لهم تأويل ربما كانوا لحداثة عهدهم بالإسلام عندهم بعض الجهلة أو جهل بسيط يعرفون ويبين لهم وتقام عليهم الحجة وبعد ذلك تتخذ معهم الإجراءات الشرعية كذلك يختلف المعلوم من الدين بالضرورة من مكان عن آخر يعني نحن مثلا في بلد مثل مصر في بلد مثل بلد الحرمي في بلد مثل تركيا الإسلام ظهر فيها أم لا من حيث الشعائر الكبرى والمعلوم من الدين بالضرورة والمحكمات ظاهر وموجود لكن في بلاد في جزر مثلا نائية ربما لم يصلها الإسلام ربما لم تسمع بهذا الإسلام أصلا ولا تسمع بشكرة الأديان وارد أن يكون هذا موجودا على المريخ على أي كوكب من كواكب هذه الحياة ربما يكون هذا فيختلف الأمر طبعا من مكان إلى مكان أما المكان الذي استفيد فيه الإسلام وعرف الناس فيه الإسلام وفيه مشايخ وعلماء ودعاء ومجددون وكذا إلى آخره فهذا يستفاد العلم بالمعلوم من الدين بالضرورة أنا شاهدته في تسجيل شريط مصور عربي اليوتيوب وهو شريط ذائع الصيط ومنتشر في مصر وفي عدد من الدول العربية المذيع يسألهم عن رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم من هو لا يعرفون أنه رسول الإسلام فهل هذا يمكن أن يقال بأنه هذه المسألة في هذا المجتمع بالذات وهو مجتمع الرفيء البعيد وربما في أقصى الصعيد أنه ليس من المعلوم من الدين بالضرورة لا هو معلوم من الدين بالضرورة لكن هم يعذرون في الجهل به لماذا؟ لأنهم لم يبلغوا به في بلد مسلم في بلد مسلم قد لا يصلهم هذا الكلام ربما نحن عشان كده بنقول لنا المعلوم من الدين بالضرورة تختلف أحكامه التي تتنزل على الناس من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر ومن زمان إلى آخر معناها أنه في بداية الإسلام تختلف عن عصرنا الآن أو عن العصور اللاحقة لبداية الإسلام والأماكن كما قلنا الآن لكن المعلوم من حيث هو معلوم من الدين بالضرورة وبه يعرف الإسلام هو معلوم من الدين بالضرورة من حيث هو أما من حيث تنزيل أحكام هذا المعلوم من الدين بالضرورة على الناس فيختلف زمانا ومكانا بحكم العلم وحكم الجهل والله سبحانه وتعالى قال لأنذركم به ومن بلغ وقال سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا طيب ما زنب لما قالوش رسول ده أو ما زنب الذي لم يسمع بأي شيء أو لم يصله أي شيء عن الإسلام نحن مسؤولون عنه هذا يقودني إلى سؤالك عن إذا ما كان المعلومات من الدين بالضرورة هل ينبغي في تعامل المسلم مع هذه القضايا أن يدركها أن يحيط بها ويدركها وجوبا عينيا يجب عليه طبعا يجب عليه خصوصا إذا كان قاعد في حاضرة من حاضرة الإسلام قاعد حتى في الريف ويصله للإسلام ويستطيع أن يسأل ويستطيع أن يبحث إذن هذا يتعارض مع ما قلته قبل قريب لا خالص لأن الذي يعيش في مصر ولا يعرف أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام فهذا لا يعذر بالجهل لا لأنه لم يسعى إلى تحقق هذه المعرفة البداية البسيطة لا بد أن يسعى للتعلم لكن هو في حالته التي هو جهل فيها هل يؤاخذ؟ لا يؤاخذ وإنما نوجهه نعلمه نقول له هذا معلوم من الدين بالضرورة ويلابد أن يعلم هذا وهو نفسه يسعى إلى إزالة الجهل عن نفسه لأننا عندنا في علم أصول الفقه ما يسمى بعوارض الأهلية من عوارض الأهلية هناك عوارض سماوية وهناك عوارض مكتسبة العوارض دي ما معنى العوارض هي العوارض التي تجعل أهلية الإنسان للقيام بالأحكام ناقصة وبالتالي لا يؤاخذ مؤخذة كاملة من العوارض المكتسبة الجهل وكل ما يمكن أن يدفعه الإنسان عن نفسه هو مكتسب لكن الجهل ليس في كل القضايا دكتور لا الجهل أنا أتكلم في الدائرة التي نتحدث فيها الآن دائرة المعلوم من الدين بالضرورة إذا صوضف أن إنسانا لا يعلمها يجب عليه أن يسعى في تعلمها ويجب على المجتمع أن يعلمها الاثنين مع بعض لابد والمؤسسات الدينية في أي مجتمع مسؤولة عن هذا والعلماء والدعاء مسؤولون عن هذا أنت قلت بأن الإحاطة وإدراك المعلومات من الدين بالضرورة واجب وجوبا عينيا على كل مسلمين ومسلمين كيف يكون ذلك وما الذي يترتب على جهلها الذي يترتب على جهلها يكون الدين ناقص هناك فرق بين الجهل وبين الإنكار حتى نفرق بس بين المساحات واحد جاهل بالمعلوم من الدين بالضرورة هل هو في مجتمع مسلم أنا لا أتصور إنسانا في مجتمع مسلم ويغيب عنه معلوم من الدين بالضرورة أو لا يعرف أن الإيمان بالله واجب أو أن الإيمان باليوم بالآخر واجب أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو بأن الملائكة موجودون أو بأن البر من محاسن الأخلاق إلى آخره موجود في المجتمعات المسلمين موجود في المجتمعات بين المسلمين أنفسهم من لا يعرف أن محمدا ليس فقط خاتم الأنبياء وإنما هو ليس رسول الإسلام طيب خلاص هذا ينطبق عليه اللي هو قاعد في مكان نائي ولم يصله الإسلام حتى لو كان في بلد مسلم لو في بلد مثل سوريا مثل العراق مثل بلاد الحرمين أو بلاد الخليج كلها أو في أفغانستان أو في حتى في أي بلد من بلد الإسلام ولم يصله هذا فهو يعني في حكم من لم يصله الإسلام أصلا حتى لو كان في بلد مسلم ويجب عليه أن يسعى ويتعلم ويجب على المجتمع أن يعلمه والدائرة الأخرى هي دائرة الإنكار الإنكار معلوم من الدين بالضرورة هذا يخرج الإنسان من الملة تماما قولا وحدا هذا سنبحثه أيضا بعد الفاصل هناك قضايا مهمة وملوحة مثل قضية الحجاب وقضية حد الردة والاحتجاج بالسنة كلها صارت محلة شكا ومحلة حديثا الآن حتى على مستوى بعض العلماء سنبحثه بعد الفاصل لو أذنت لنا دكتور وصلنا إلى فاصل أخير نستكبل ما تبقى من حلقتنا هذه بعد العودة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة وضيفنا الكريم الدكتور وصفي عشور أبو زيد دكتور وصفي هيمنة الشريعة وسيادتها هل هي من المسائل أنا أريد أن أبحث معك بعض المسائل التي هي صارت محل أخذ ورد بين المسلمين مسألة سيادة الشريعة وهيمنتها في المجتمع الإسلامي على الأقل هل هي من المعلوم من الدين بالضرورة؟ طبعا يعني سيادة الشريعة مصدرية الشريعة وجوب تحكيم الشريعة وأحكامها هذا كله من المعلوم من الدين بالضرورة إذا لم أؤمن أنا كمسلم أن الشريعة لها السيادة ولها الهيمنة ولها يعني أن توضع فوق رؤوسنا وأن تحكم في كل شؤوننا فما قيمة الحياة ما قيمة الدين وما قيمة الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكموك يعني إيه هل يحكم شخص النبي نعم هذا وهو حي ويحكم سنته أما بعد وفاة عليه الصلاة والسلام فيحكم الشرع الذي أتى به هذه النفية للجنس لا يؤمنون يعني في كلام فيها لكن الأرجح أنها نفية للجنس إذا أنا لم أحكم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولم أحكم في نفسي وفي من حولي كل واحد على مستواه الحاكم له مستوى الوزير له مستوى الرئيس الحي له مستوى رئيس المؤسسات المدنية في المجتمع له مستوى الأسرة الأب والأم مستوى الإنسان على مستوه الشخصي مستوى آخر كل هذا يجب أن تحكم فيه الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية بالمناسبة حينما نقول تحكم الشريعة ليس معناه إقراه الناس وإكبار الناس وإنه ده إقراه فوق الناس وغصبا عنكم لازم تحكمه بالشريعة لا الشريعة الإسلامية شريعة سمحة الشريعة جاءت لمصالح الناس جاءت لإسعاد الناس جاءت لإخراج الناس من الظروب ييدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يتعامل من منظور أنه حاكم أنه أمير وصاحب قوة وسلطة وصاحب سلطة على هذه الأمة وهو مسؤول عن الإسلام المسؤول الأول عن الإسلام هو أبو بكر مع السماحة في شدة وفي قوة طبعا لابد من هذا لا يوجد يا أخي سبحان الله لا يوجد شيء في العالم القوة غير وردة فيه لكن ما معنى القوة القوة ليس معناها القسوة تصرفها بالعدل وليس معناها التسلط ولا التعدي والتجاوز والاعتداء على الناس القوة لها ضوابط في الشريعة الإسلامية تنضبط بها فلا يعني تهور ولا تراخي لا تهور فيظلم الناس ويطغ عليهم ولا تراخي فيتسامح فيما لا يجوز التسامح فيه طيب دكتور حقيقة لدي سؤال أزعم أنه مهم جدا يعني موضوع حد الردة موضوع حجاب المؤمنات المسلمات وموضوع الاحتجاج بالسنة النبوية المطهرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم هذه مسائل على امتداد 14 قرنا من الإسلام لم يختلف فيها ولم يتحدث فيها الآن هذه صارت محل أخذ ورد صحيح هل المعلوم من الدين بالضرورة يمكن أن يكون مستساغاً الاختلاف فيه ساحة الاختلاف بين أهل الفكر والعلم يعني دعني أولاً أكمل ما أوقفتني فيه أنت قبل الفاصل وهو أن هذه المحكمات وهذه المعلومات من الدين بالضرورة وهذه السوابت والقطعيات في الشريعة الإسلامية تواجه الآن بحرب ضارية بحملات شريسة لماذا؟ لإزابة هذا الدين ولأن هناك رغبة غربية صهي وأمريكية تريد أن تفرض ديناً جديداً على هذه الأمة يستبدل بديننا هذا الدين الجديد الذي يريدون فرضه على الناس هذا الدين هو عبارة عن يعني أداء شعائر بلا علاقة بالحياة دين بلا سياسة سماحة بلا قوة تواصل وتعايش بلا جهاد ومدافعة استسلام كامل للمشروع الغربي وللعيش تحت أقدام هؤلاء دون أن تكون لنا إرادة ودون أن تكون لنا شريعة ودون أن تكون لنا حدود مما حده الله سبحانه وتعالى لنا وقال عنه تلك حدود الله فلا تعتدوها هذا لم يرد في الحدود فقط وارد في المواريث وارد في أحكام الصلاة والصيام وارد في أحكام الأسرة وارد في كل ما هو مشروع وواضح في القرآن الكريم والسنة النبوية الله سبحانه وتعالى يعقب ويقول تلك حدود الله والحد هو الذي لا يجوز أن يتجاوز هذا معناه في اللغة الحد هو الفاصل بين الأشياء فهناك رغبة في الحقيقة في هذا العصر الذي نحياه ولعلك تعرف مؤسسة رند التي أصدرت هذا التغريب سنة 2007 وروجت فيه للتصوف الحركي ورغبة في إبعاد صحيح الدين وإحلال دين آخر كلا من 2007 ومن قبل 2007 موجود فنحن الآن نواجه بحملة شريسة لجعل المتفق عليه مختلفاً فيه ولجعل المحكم متشابه ولجعل الأصول فروعاً ولجعل الأشياء التي لا يختلف فيها محل خلاف ومحل نزاع ومن ذلك مثلاً التشكيك في القرآن نحن مش نتكلم عن السنة نتكلم عن التشكيك في القرآن هناك من يشكك الآن في القرآن الكريم هناك الآن من يقول إن الصلاة في القرآن معناها الدعاء وبالتالي أنا أدعو الله فأنا أصلي خلاص ما تقول ليش بقى لا الظهر أربع ركعات ولا هناك خمس صلوات في اليوم والليلة هذا كل ورد في السنة والسنة دي ما تلزمناش وهناك طبعاً التشكيك في السنة على قدم وساق الطعن في الإمام البخاري الطعن في أبي هريرة باعتباره أكثر صحابي روى لا يستساغ الاختلاف في هذه القرآن طبعاً حجية السنة لا يستساغ الاختلاف فيها القرآن الكريم حجة لا يستساغ الاختلاف فيها والحجاب والردة نعم والحجاب وحد الردة طبعاً هذه من السواب من السوابة الإسلامية من السوابة التي لا يجوز النزاح فيها وبالمناسبة مسألة الحجاب هذه ليست خاصة بالإسلام فقط الحجاب هذا جاء ليصون المرأة جاء ليحفظ كرامة المرأة جاء ليستر عورة المرأة وهذا الحجاب مفروض في كل الشرائع السماوية في رسالة عيسى في رسالة موسى موجود حتى الصور المعلقة عند النصارى لمريم عليه السلام هي صورة محجبة السيدة مريم محجبة في أصلا أصلا هي محجبة السيدة مريم وهذا الحجاب هو مفروض وهو شيء متسق مع الفطرة المرأة التي تمشي في الشارع كاشفة عورتها ومتبرجة هذه امرأة عندها مشكلة في الفطرة فطرتها ليست سليمة عندها مشكلة في فطرتها ويجب أن تعلم ذلك وسيدنا آدم والسيدة حواء لما أنزلهم الله سبحانه وتعالى فلما تعرض لهم إبليس أخذ آدم وحواء يوارون من أشجار الجنة ومن أوراق الشجر على السوآت وعلى العورات ليداروا هذه السوآت ليغطي فطرة سليمة نقية طيب دكتور فضلا عن أنك أستاذ في مقاصد الشريعة الإسلامية أنت عضو ناشط جدا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من أصحاب أرباب الفكر والعلم والمعرفة الذين ينكرون قضية الحجاب وحد الردة وقضية الاحتجاج بالسنة النبوية المطهرة كيف يمكن أن يحكم عليهم إسلاميا؟ ما الذي ينبغي أن يكون الموقف منهم؟ ما سبب هذه الظاهرة؟ سبب هذه الظاهرة عدة أشياء أولا هناك من يتساوق مع التوجه الغربي التوجه الغربي الذي يريد أن يفرض دينا جديدا ويطعن في سوابتنا فنحن نظهر أنفسنا على أننا مثقفين وعلى أننا ناس على أحدث موضة وعلى أننا لا نمانع من الانفتاح ومن التعامل مع هذا وزاك إلى آخره الأمر الآخر الجهل الجهل بأحكام الإسلام وبقطعيات الدين وبسوابت الشريعة لأن معظم الذين يتحدثون في هذه الأمور ويجعلون المحكم متشابها ويجعلون القطعي ظنيا هؤلاء مشكلتهم الأساسية في الجهل ولم يدرسوا الشريعة الإسلامية دراسها مصطفية وحتى اللغة العربية ولا اللغة العربية أصلا وخذ اللي هم يقول لك الصيام الصلاة هي دعاء والصيام هو المنع الإنسان عن أن يمر الشيء طبعا أنا سأمتنع عن الكلام هل بهذا أكون صائما يا أخي السنة جاءت والأمة يعني نقلت هذه العبادات وهذه الشعائر قيلا بعد قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة عن التابعين عن من بعدهم إلى أن وصلنا هذا الدين بهذا الشكل آتي أنا الآن وأشكك في الصلاة أشكك في الصيام أنا والله لسه سامع واحد شرط شرط فيديو بالأمس واحد يقول أنا أستشتري على الإسلامية هو في من المغرب لا أعدني من الجزائر أم ماذا ويقول أنا عندي أؤمن بأن الصيام على التخير لماذا لأن الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه فديات طعام مسكين اللي يطيقوه ويقول إيه بقى كمان الصحابة كان منهم الصائم ومنهم المفطر في عهد نبيل السلام هذا أستشتري شريعة المزيع اللي قاعد المزيع بيقول له الله تعالى قال كتب عليكم الصيام يقول له كتب على سبيل التخير يا أيها الجاهل هي كلمة كتب دي معناها إيه؟ معناها فرض هل هناك فرض على سبيل التخير؟ ثم إنه مسألة على الذين يطيقونها وكانت في مرحلة أولى في الصيام وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى فرض الصيام على التدرق وعلى مرحل وقال ومن شاهد منكم الشهرة فليصمه لكن كيف يمكن الرد على من يقول بأنكم أنتم التقليديون والجامدون تريدون أن تعرقلوا مشروع التنويريين والتجديديين من خلال الدخول والنفاذ إلى هذه وهذا رأيه المطروح؟ أي طبعا دعمه هذا بقى بتاعهم عملين نفسهم مسقفين والذي يقولون أننا التنويريون تنويري بمناسبة إيه؟ وأين علامات الجمود عند من يتمسك بالثوابات والقطعيات؟ هل يريدون أن يكون الدين ملعبة؟ أن يكون معبثة؟ يا أخي هؤلاء الذين يتحدثون هذا الحديث إذا اشتغل واحد منهم في مؤسسة من المؤسسات أو في دائرة من الدوائر أو في هاء من الهيئات يلتزم بقوانينها ولا يستطيع أن يخرج عليها أبدا الدوام الساعة كذا للساعة كذا يلتزم بالدوام لا تخرج إلا بإذن يكتب إذن قبل أنه ما معنى الإسلام؟ أنت تلتزم هنا في الأمور الدنيوية بالقوانين وبالأعراف وباللوائح وبالنظر وتأتي للإسلام تطعن في سوابته وتقطع فيه قل لي علامة واحدة من علامات الجمود وأنا أجيبك عنها نحن كمسلمين نشرف ونفخر بأن عندنا قطعيات وبأن عندنا محكمات وبأن عندنا سوابت وبأن عندنا معلوما من الدين بالضرورة وهذا يعني من مقاصده أردنا أن نتحدث عن المقاصد من مقاصد المعلوم من الدين بالضرورة هو حفظ هذا الإسلام أن هناك معالم وركائز ومعاقد للشريعة الإسلامية ولهذا الدين لا تتغير بتغير الزمان والمكان هي من معالم هذا الدين هي من معاقد هذه الشريعة هي مما يعرف به هذا الإسلام من عقيدته وشريعته الدين بهذه السوابت كالجبال بالنسبة للأرض الجبال تحفظ توازن الأرض لا تتزلزل الأرض مع وجود الجبال الزلازل دائما بتجنى النواحي الساحلية النواحي التي تبقى فيها ماء وفيها بحار ومحطات وأنهار أما الأماكن التي فيها جبال رواسي لا تتزلزل معها الأرض وهذه الضروريات أو المعلوم من الدين بالضرورة والمحكمات في الشريعة الإسلامية هي التي تحفظ بقاء الدين دورها مثل الجبال الأرض يعرف بها الدين لا يندرس بها الدين لا يزوب بها الدين إنما المذهب الوضعية قل لي مذهبا وضعيا أو دينا وضعيا بقي على ما كان عليه هل هناك دين وضعي أو مذهب وضعي مذهب فكري اشتراكية رأسمالية شيوعية مركسية هل هذا عاش بل حتى السماويات باستثناء الإسلام وحتى للسماويات باستثناء الإسلام كله رحل وكله انتهى ولم يبقى إلا الإسلام دينا خالدا بفضل هذه السوابت بفضل هذه المحكمات بفضل هذا المعلوم من الدين بالضرور طيب حقيقة بقي عندي دقيقتان أو دقيقتان ونصف الدقيقة أتركهما لك للحديث في موضوع هذه الحلقة مما لم يرد الحديث به في أثناء الحلقة ومما لم أسأل عنه أنا أريد أن أنصي كل مسلم المسلمة أن يعرف وتعرف هذا المعلوم من الدين بالضرور ما هو وما مفرداته في الشريعة الإسلامية وما هي المحكمات التي لا يجوز أن نختلف حولها ولا أن نسمح أبدا لأحد أن يلعب في عقولنا نحن مؤمنون مسلمون موحدون بالله سبحانه وتعالى عندنا أصول وفروع عندنا كليات وجزئيات عندنا محكمات وعندنا متشابهات في كل ما هو من هذا القبيل نتمسك به ولا نحيد عنه أبدا ولا نقبل أن يمس ولا أن يعتدى عليه وهذه كلها قابلة للأخذ والرد قابلة للاختلاف قابلة لتعدد وجهات النظر قابلة للاكتهاد فلابد أن نفرق بين هذا وذات حتى يكون ديننا وتديننا كاملا وحتى نكون عندنا مرونة وتنوير زي ما الأستاذ جهد بيقول نكون تنويريين نقلا عن الألسنة الناس من خلال هذه الظنيات وهذه المحتملات وهذه الفروع التي تحتمل اختلاف وجهات النظر وتحتمل الاكتهاد وتستوعب الواقع بمستقداته وبنوازله وهنا تكمن عظمة الشريعة الإسلامية وعظمة الإسلام العظيم أشكرك شكرا جزيلا دكتور وصفي على ما أفضت به في هذه الحلقة وعلى الالتزام بالدقيقتين التي أعطيتك إياهما شكرا جزيلا لك مرة أخرى مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي المكرم الدكتور وصفي عشور أبو زير أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية كل الشكر لكم في حراسة الله تعالى وتوفيقه اشتركوا في القناة